عواصف سياسية واقتصادية لا تهدأ تضرب تركيا الطامحة بتغيير معايير القوة في المنطقة لتصبح في مصاف الدول العظمى الثقة بين الحلفاء تقود رويدا رويدا بعد فرض الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات بالتوازي على أنقرة التي تصر على الاستمرار بشراء منظومة صواريخ S-400 الروسية المهمة لأمنها القومي أوروبيا أتت العقوبات على العديد من الشخصيات العاملات في مشاريع التنقيب في البحر المتوسط في محاولة لكبح جماح أنقرة التي تريد زيادة نشاطها هناك بينما تعتبر دول الاتحاد هذه الخطوة تجاوزا للقيم الأوروبية لا سيما اليونان التي لا يرضيها طموح الأتراك هذا الطموح الذي نقل تركيا من دولة تتبع للولايات المتحدة عسكريا وسياسيا نقلها إلى دولة تحقق الاكتفاء والتصنيع العسكري ذاتيا بما يعادل ثمانين بالمئة من احتياجاتها ليكون بمثابة رد على عزها عن حماية القبارسة الأتراك عام 1963 حينما هاجمتهم الميليشيات القبرصية اليونانية في وقت لم توافق واشنطن على استخدام الأتراك للناقلات العسكرية الأمريكية العقوبات الأوروبية التي رأتها أنقرة أنها استمرار لتلك الفترة أكد الرئيس التركي رجل طيب أردغان أنها لتسهم في زعزعة موقفهم في مقابل ذلك يبدو للعقوبات الأمريكية المفاجئة أثر أكبر أزعج تركيا وهو ما يتضح بتصريح وزير دفاعها خلوس أكار والذي أكد أن العقوبات تهز قيمة تحالف في الناتو في خطوة غير محسوبة بالعقوبات على هيئة الصناعات الدفاعية التركية ومسؤولين فيها ويبقى الرهان التركي حاليا متمسكا بالدبلوماسية تارة والحزم تارة أخرى لحزم العديد من المعارك التي فتحتها أنقر على جبهات عدة في المنطقة واستطاعت بالفعل أن تحسم العديد منها لصالحها رغم الضغوطات الاقتصادية التي تريد خنق تركيا للتراجع عن حلمها بل انعطاق وصولا لتحقيق أهداف 2023 اشتركوا في القناة